طال الأهلي في كل مكان وزمان أجيال تسلم أجيال لحصد البطولات واعتلاء منصات التتويج فبعد تحقيق العديد من البطولات في مختلف الألعاب في الأشهر القليلة الماضية تتوالى انتصارات فرق النادي الأهلي بتتويج فريق ألعاب القوى ببطولة الجمهورية تحت 20 سنة في مختلف السباقات والمنافسات مثل النادي الأهلي في البطولة 102 من اللاعبين واللعبات تحت 20 سنة وتفوق الأهلي خلال منافسات البطولة ليتوج بالمركز الأول حاصدا 301 نقطة للرجال و259 نقطة للسيدات جهاز ألعاب القوى بالنادي الأهلي برئاسة ياسر داود يسعى لتحقيق المزيد من البطولات وموصلة الانتصارات في كافة المنافسات خاصة وأن الفريق يضم العديد من العناصر المميزة يأتي من بينهم كريم محمد حسين الحاصل على الميدالية الذهبية للنادي الأهلي في بطولة الجمهورية تحت 20 سنة وحصل على الميدالية الذهبية باكتياز ارتفاع يقدر ب4 أمتار و60 سنتيمتر ثم محاولة تحطيم الرقم القياسي المصري المقدر ب4 أمتار و70 سنتيمتر ويمثل منتخب مصر في البطولات الدولية ومن العناصر النسائية المميزة في ألعاب قوى الأهلي شهد محمد فؤاد الحاصلة على أول الجمهورية تحت 20 سنة برقم جديد وهو 3 أمتار و55 سنتيمتر في قفز الزانة كما حصلت على العديد من الميداليات المتنوعة في مختلف المسابقات وتم اختيارها للانضبام لمنتخب مصر لما حققته من نجاحات مع النادي الأهلي طيب زي ما سمعنا كده في التقرير إحنا بنتكلم أن الأهلي دايما يعني أجيال بتسلم أجيال بس مش بس بكرة القدم ده في رياضات مختلفة جدا بنتكلم عن استمرار للإنجازات والانتصارات والبطولات خلينا نعرف أكتر بقى النهاردة ومعنا الثنائي ألعاب القوى بالنادي الأهلي وبالمنتخب حققوا مع الأهلي كمان بطولة الجمهورية اللي كانت الجمعة اللي فاتت تحت 20 سنة كريم محمد وشهد محمد بس انتو مش اخوات بقى صباح الخير ألف مبروك وأكيد سعداء ببطولة الجمهورية والتحقيق لمراكز كبيرة وأولى زي ما انتم حققتوا فأكيد ده لتاج مجهود كبير جدا ممكن أبدأ قبل يعني قبل ما أكلم عن تفاصيل البطولة أبدأ بقى في مرحلة الاستعداد أصلا للبطولة وفكرة برضو الظروف الصعبة اللي كانت العالم والأهلي وكله بيمر بيها وأكيد كوفيد 19 والتوقف وغيره فأبدأ معيك يا شهر الفترة أكيد ما كانت سهلة خالص يعني كنا ساعة فاتت الكورونا موقفناش تمرين أكيد كنا مثلا بنجري جنب البيت في البيت بنعمل تمارين معينة للزينة بنعمل يعني تمارين عمتا عشان بنبضلش بس قاعدين بما أقفناش خلص عمتا تمارين خالص وكان الكابتن معاكو الفريق كله اللي هي النظام معين عدة ساعات معين بتتضربوا فيها نظام غزائي لازم كنا مشي عليه كان لازم يعني موعيد ننام فيها موعيد نصح فيها وكان شافع بعض النوات في فترة كوفيد نينتين كتير لأن كان جسمان ممكن يضايح هو فيه ناس كتير طبعا بطبيعة الحال تخنت وعايز أقولكم مش بس الناس العادية فيه ناس رياضيين تخنوا يعني كمان اللي ملتزمش ونخدش باله بشكل كبير بس انتم بما ان احنا بنتكلم هنا يعني انتوا بتعملوا القفز بالزينة فده ما فيهاش مجال ان يبقى فيه زيادة في الوزن ان اكيد هتأثر بشكل سلبي انا عايز اروح معاكم التفاصيل بقى النوع ده من ألعاب القوة هو مفروض يبقى فيه وزن معين ميزتش نصف كيلو يعني بالنسبة للبنات قد ايه والرجال قد ايه؟ بالنسبة للبنات هو بصراحة يعني كل بني آدم وليه زنتوا كل واحد ليزنتوا حسب الطول وكèثه؟ لا مش حسب الطول او قال الوزن حسب الوزن اه أنا بتتكلم الطول مع الوزن معا بقة حجم الزانة نفسها نanse بالزينة يبقى مواد يتوين تبقى مناسب للوزن و toteصل الوزن وişول مناسب للطول وكل مناسب للزينة بس بطبع تالحايل ما ينفعش طيب ايه وزن زياده عن اكيد وزن معين ما ينفعش الوزن بتاع اللعب يزيد وزن الزانة يكون قتقل من وزن الزانة بس انا ما شفتش حد في قفز بالزانة تحديدا مليان او يعني جسمه مش رياضي عشان الله ما ينفعش يكون حد في مليان يعني لازم تحافظ على شكل معين هي دي النقطة طيب عشان برضو ناس اللي بتتابع تبقى فاهمة ايه القفز بالزانة احنا شفناها في التقرير ولكن ايه التدريب بتاعها يعني انت بتعودوا تجروا كتير تعملوا حاجات او رياضات بعيانة عشان اللي يأقل فتنس بالزبط وبعدين بقى ازاي بتتدربوا على الزانة نفسها وحقيقة تكبوس ده يعني حاجة منو احنا صغرين بتمر عليها جدا منو احنا صغرين جدا يعني اصلا ما ينفعش حد يكون عندو مثلا 15 سنة او اكبر من كده يروح يلعب زانة لازم يكون اصغر مثلا يبدأ منو عنو 9 سنين او 10 سنين لان هي محتاجة تعود محتاجة خبرة محتاجة حاجات كتير جدا صرح يعني كل ما انت اصغر كل ما ده افضل لك يعني وانتو بتريتو كم ساعة؟ بقى علي 6 سنين بتمرن بس كنت قابلها بتمرن جنب وظفة كان بالنسبة علي الحوار كويس اه بالزبط 6 سنين زيها تأكدين مش اخوات؟ لا والله طيب اكيد دي ما كانتش البطولة يعني طبعا دي الاخيرة ولكن انا عايز اتكلم عن اول بطولة شاركتو فيها بما ان طبيعات الحال برضو انت سنوكو صغير ايه هي اول بطولة وحصلتو فيها برضو على المركز الحال؟ كانت بطولة تحت 12 سنة اه كانت ساعتها مش كوم هلاكة الكاهرة طبيعا لمطقة الكاهرة اه انا حصلت فيها مركز التالت التالت حل؟ حلو ان دي اول بطولة اه اول بطولة وانت يا شار؟ اه كانت تحت 12 برضو تقريبا وتقريبا كان المركز التاني يعني مش فاكرة اوي بس كان لسه الارقام قليلة يعني كان متر مثلا 90 متر كده هو اعلى حاجة ايه دلوقتي برضو عشان الناس تبقى عارفة هو اعلى حاجة كرقم عالم هنتكلم كرقم عالم مش رقم مصر ماشي اعلى حاجة كرقم عالم ستة متر وسبعتاشر سنتي ستة متر واللي حقق الرقم ده كان تقريبا من جنسيته ايه وطوله قد ايه لطوله اسمه موندو دبلانتس ده سويدي هو عندي 20 سنة طيب عايز اعرف اكتر عن ده البطولات اللي شاركته فيها وكان فيها تنافس بس اعلى انت بتكلم ان دول تانية بحقق رانكينجز عالية ايه الدول اللي انتو نفستوها دخلتوا فيها فقطولة وكان صعب فيها انتو تحققوا مراكز اولى حالياً احنا لسه داخلين المتقب يعني احنا لسه ملعبناش دول لسه جداد في المنطقة لعبنا ملعبناش دولي يعني لعبت على المستويج جمهورية حال بات لعبنا على المستويج جمهورية وفي المستويج جمهورية فيهم نفسين كويسين جداً على فكرة مشوحشين خالص اه اه لحاجة نتلاقي حد شدك دايما. ويمكن بقى دباس الفيديوهات توضح اكتر برضو للناس لان انت عارف علعاب القوة في العموم الناس تسمع عنها بس هي ليها انواع كتيرة جدا. فدي بنشوفها طبعا. يا تكنيك ها وتا امتى تحط الزانة وامتى. محصلش اي اصابات ليكم بقى يعني حكولنا برضو. بتحصل اكيد. دي حكيتك دي بتاكد. هبدأ بيك يا محمد تحكي لنا. كريم اه انا كان اخر اصابات صبتها خالص. اه. عندي التعاب شديد في الوطر. واقعت وقع غلط يعني ولا ايه. لا كان ضغط تمرين جامد مفوك انت ليح. فش بس نحك علامك يا رتف. طب يا. ونجو تعترف. حد اما. شديت في التمرين يعني. كتف باز. فاصر على كتف جامل. طب وشهد. في اي اصابة او اي حاجة حركة غلط برضو عملكيها. هيا بتبقى وعادها يعني مش سهلة بس بنحاول ان احنا نعرضيها هاي حقيقة كفان الوقت لازم تتعلمي تقعي ازاي تمان انت تتعاودي لازم تتعاودي لوقت عشان لو اياتي غلط ممكن ان تتعاودي لوقت هل يعني مش من الرياضات اللي انا بسمع ان فيها اصابات بلغة يعني حتى لو انت وقعت معتقدش انت بتقع على بيبقى فيه مكايل اه حاجة مجهزة فمش بتعمل يعني مش من الرياضات الخاطرة مقدر نقول ولا من الرياضات الخاطرة لا هي خطر بالنسبة للهو مش واخد او مش متعود على وقعتها او اللي هو لسه جديد فيها ومش فاهم اي حاجة لسه يعني تبقى خطر بالنسبة لهم بس لكن هي بده هي من ناحية خطر فعلا خطر فعلا خطر فعلا خطر فعلا حاجة خطر طب انتو بتتدربوا كام وقت يعني سموك الناس من بعيد كلا وشايف بلات التقرير تقول هات سهلة قوي بتبين لي حاجات بتبين من بعيد سهلة بس طبعا هي مش سهلة فالتدريب يبقى شكله عامل زي غير انتو الفتنس والجاري اتمراني ازاي اثر على الزانة دي نفسها هي الزانة مش بس نط يعني هي مش بتاعتمد بس اللي هو احنا نروح التمرين عشان نط زانة زي من في الفيديوهات وكذا هي يعني بنروح نتمران عادي بنجري بنسخن بنعمل التكنيكة زانة نفسه على الارض وبننط برضو بنعمل التكنيكة زانة بس لكن هوا مش موتامده بس على نط الزانة طب ايه البطولات الصعبة اللي انتو شاركتوا فيها اه اخير بطولة لان حاولت اكثر اقصر كما ايها مصر سابنن Brillaxpe вс J 2022 ايها موتاش ااي again ان شاء الله ان هو ايها موتو بطولة جاي فعلا لو تم قسم ان نكثر يا رقم بس ايه Markpe إذا كنت تمسك زنات كبيرة، تبقى هياك زنات بردو كده وكده وانا مكنتش بردو جايزة البطول قوي هو المقارنة بين الوزن ووزن الزانة تقريباً بيكون قد إيه الفرق؟ لازم بوسي هو الوزن اللي هو فعلاً اللي تلاعب بيه أبطال العالم بقى دائماً فرق بين وزن اللاعب وبين الزانة من عشرة وخمساشر كيلو من عشرة وخمساشر كيلو أوكي لكن لو أقل من عشرة كيلو فده هو يعني الزانة تبقى اسمها طرية عليه تبقى مش تنفعه مش هتخليه نوت عالي ممكن ما تستحملش حجمه يعني تتكسر بيه حصرت قبل كده في أي بطولة تكسرت بحد؟ او كتير انت ليه تتضحك؟ انا حسن ان حصلت لك بار صح؟ اه لا حصلت لك دي خطر جداً بقى الخاي لما دي تتكسر دي بقى اعتقد دي بقى الخطورة هنا هي مش بتبقى خطورة لأن في الاخر بتنزلها عن مرتبة فانت ممكن تقع ناحية تانية خلي بالك مجمع سرعيتك كلها وقوم بتتكسر بيكي بتخش على المرتبة الجوة يعني مش تقعي بارا دي بقى نقطة ازاي تقع اللي انت قلت عليها اه بس في بقى حاجات تانية ممكن تقعك بارا غير كسر الزانة خالص يعني مثلا ممكن تبقى جدية بسرعة مثلا او مش دخلة فيها جامد خايفة من الزانة واهام حاجة عندنا هنا تبقى خايفة تبقى خايفة من الزانة طب ممكن انا سأل حاجة بارا انا بحاول اوصل الموضوع يعني للمشاهد انت دولتي ببتيجي تثبتها بتثبتها في اي يعني في بوكس مفيش افرة يعني الارض لازم بتتأكد ان هي لا لا بوكس بتبقى ايوه انازل تحت كده شوية واحنا بحط مكان معين بحط فيه ازانة يعني فاش نحطها في ارض كده عدية مش هنط كده نكمل جاري ممكن اسأل باردو يعني اش معنى الرياضة دي عشان مختلفة هي مختلفة عن جماعة داد بصراحة ويعني احنا بالحيط بالاخلاف واش ناس كدهين بتلعوها ومفيش حد كتير يعني فعلا اولا يجب دون في مصر المصر اللي يعلوها معشان كده نسألت لان هي فعلا مش متاشرة وانتو يعني برضو صغيرين بس روحتوا لرياضة فعلا طب هل ليها جمهور هل ليها متابعين انا اش رو اتكلم بس في مصر لأ ليها جمهور برا مصر برا مصر ليها جمهور كبير كمان وليها ناس هواه كمان لكن هنا في مصر مش معروفة قوي مش اي حد يعرفها بس انت حصل اهو يعني شوف محدش يعرفها وكان مداليا يعني طب اسألك برضو هي دهب صح كده اخترت انا صح برضو وانت برضو انت حصل على اتنين دهب صح انت حصل وانت كمان اتنين ودي بقى كلها حاجات برضو بطولات مختلفة بنتكلم عنها اه انا مبسوطة بيك والله بجد يعني قبل ما اختم لان برضو حابة اعرف اللي جاي يعني انت دلوقتي عديتوا خلاص بطولة الجمهورية بنجاح جدا وحاجة جد فخر لنا كاهلوية قبل اي حاجة فاي اللي جاي اللي دلوقتي هتستعدوا ليه؟ حلوتي بنستعد ان شاء الله البطولات الدولية زي بطولة افريقيا وشمال افريقيا وعرب بطول هيتلابوا في تونس ان شاء الله حلوتي نستعد لهم ايه ان شاء الله البطاعة ده خلاص يعني دي الرابط جدا في اول اربعة عندنا بتوزيل 18 عام عندنا برضو في اول اربعة بطولة 18 جمهورية المعلومة صحيحنا بطولة اللي احنا خدناها تحت 20 سنة انا وشاهدة تحت 18 سنة اصلا انتو عندوكم 15 سنة؟ 17 سنة برضو سنة بعض لا هي اقبل من نفسنا طيب اه يعني ربنا يوفقكم بجد والله وتيجوا معنا تاني هنا في عشرة الصبح بس بقى فيه مزيد من البطولات انتو اصلا بتتابعوا البرنامج ولا لا؟ هنتابع شو ما صدقكم لا لا نوازل معكم اوارتونا شكرا وربنا يوفقكم ان شاء الله فاصل سريع وهنرجع بقى نكمل محضراتكم الفقرة الاخير وزي ما تكلمنا اكيد هيبقى فيه حديث مطول عن المباراة اليوم وان شاء الله كمان التوقعات تبقى جيدة بعطلنا من دلوقتي عشان اخر فقرة بتاعت السوشيل ميديا هنشوف التوقعات هتكون ايه لمباراة اليوم فاصل ونرجع اشتركوا في القناة